فيه كلام تاني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هنأ بعتة مصر اللي شاركت فيه دور الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في الأرجنتين وده خلال الفترة من 6 ل 18 أكتوبر الجاري والوزير الحقيقة كان حريص هو يتواصل مع أستاذ عبدالعزيز غنيم رئيس البعثة المصرية يطمئن على استعداد اللعيبة لمختلف منافسات يقدم التهنئة للعبين اللي حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية الحقيقة نحن عندنا حاجات مشرفة جدا يعني خليني أقول لحضراتكم أنه حققنا إنجازات غير مسبوقة الشباب اللي حضراتكم شايفينهم على الشاشة دول حققوا إنجازات هي فعلا غير مسبوقة بنتكلم على حصولهم على 10 ميداليات متنوعة احتلت بهم مصر المركز التسعة عشر والأول عربيا وإفريقيا ده شيء مهم جدا وإحنا بنتكلم كمان على استعدادات المنافسة الرياضية والإعداد للبطولات أبرزها أولمبياد توكيو عشرين عشرين نتمنى إن شاء الله بإذن الله يارب النجاح ليهم وإحنا بنحاول نلقي الضوء دائما على كل الألعاب والرياضات لأنه دائما الإعلام بيتهم الحياة أنه مش مهتم غير بالكورة بس مع أنه عندنا الحياة أبطال وبطلات زي ما حضراتكم شايفين كده في منتهى الجمال وده دورنا أن نلقي الضوء عليهم ترجمة نانسي قنقر